لأن علوفاً من المسلمين وعشرات من اليوتيوبر والمتكلمين يرددونها صفاح مساء ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم هل ترونتم الآية جيداً من بعد ما تبين هل تبين طب أنا أقول لكم هل تبين لك أو لي أو لك أو لأحد مننا أننا من أصحاب الجنة على أننا مسلمون موحدون مصلون صائمون مزكون نخشى الله نحفظ القرآن أو نتحفظه أو الأخير نتأمل فيه رحمة الله ولكن ولا واحد فينا يستطعن يقول تبين لي أنني من أصحاب الجنة روى الإمام أحمد في مستده رضوان الله عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فاروق الإسلام ومن مثل عمر روحي وقلبي عمر عمر هذا الخليفة المؤمن فاروق الإسلام المتواضع الصادق النبيل يقول من قال أنا في الجنة فهو في النار عجيب ولم تقدر بأن النبي بشرك بأنك من العشرة أبداً في الصحيح لما طعن لعنة الله على طاعنه والآن قال بتشير مقطع عن كرمات فيروز طاعن سيدنا عمر لا لعنة الله على فيروز الذي أعدم المسلمين رجلاً من أفضل الخلق بعد نبي الله أتباً للفيروز هذا جدد الله على روحي العذابات هكذا للأسف المقام يقتضي هذا قال له كرمات قال فيروز له كرمات وله ضريح يزار ما هذا الخبل ما هذا الحقد كلمه على الماشي كلمه أمضي لو لا عمر وجهاد عمر وجيوش عمر ما عرفتم الإسلام هناك في بلد فارس أتق الله لو في حب حقيقي للإسلام والله ما عرفتم الإسلام بعد فضل الله إلا بفضل ابن الخطاب فلو أحببتم الإسلام أحب هذا الرجل الذي جعل الله وسيلة لإصال هذا الدين إليكم رضوان الله عليه تقدسون قاتله على كل حال إن الله يفصل بين العباد والله الموعد لا إله إلا هو وكبرت كلمة تخرج من أفواه كل كلمة يحاسب عليها وكل من يفوه بها المسألة من السائبة طيب عمر عمر في الصحيح لما طعن رضوان الله عليه أسعده الله بالشهادة الحمد لله فاروخ الإسلام ومات شهيدا هنيئا له عمر لما طعن أداه من يقول له وكان في حالة شديدة ويخشى عن نفسه من لقاء الله تبارك وتعالى كان يقول ليت أمي لم تلدني رجل صادق يخشى الله مش قال لك أنا ضامن الجنة أنا عمر ابنتي زوج رسول الله أنا صهر رسول الله أنا أيضا نسيب آي البيت فأم كل ثوم عليها السلام بنت فاطمة عليها سلام سلام الله بنت علي بن عبي طالب عليه سلام الله جميعا فاطمة علي أبواء أم كل ثوم أم كل ثوم زوجي زوجني إياها علي لأن علي يكره عمر جدا لأن علي يبغضه ويبغضه وعطاه ابنته ما شاء الله هذا كلام له خبيء معناه ليس لنا عقوله تكلموا بما يعقل تكلموا بما يفهم ما فيه لكن سبحان الله الغرض مرض الغرض مرض حقائق واضحة جدا المهم فقيله يا أمير المؤمنين أريئا لك إن لك قدم وسابق في الإسلام وكذا 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 قال يا ليته وحكمت وليت أو وليت وليت فهدل فأبشر يا أمير المؤمنين فقال يا ليته كان كفافا لا لي ولا علي أنا راضي بأن لا يكون لا لي ولا علي خلص ما عنده هذا الاعتقاد أنه من أهل الجنة هذا توضع العارفين بالله عرفني الله وإياكم به هذا أيه عمر بن الخطاب عبد الله بن سلام وهذا في الصحيح الحبر اليهودي وهو المقصود بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عبد الله بن سلام أو سلام رضوان الله عن أصحاب رسول الله أجمعين لما قال بعض الصحابة هو من أهل الجنة سمعوا عن النبي يبشر أنهم أهل الجنة فقالوا هو من أهل الجنة فلما بلغه ذلك قال لا يعلم بأهل الجنة إلا الله وفي رواية في الصحيح قال سبحان الله كيف يقولون على الله بغير علم هذه المسائل عند الله من يعلم من يدخل الجنة ومن يدخل النار ما فرحش بعض الناس الآن يفرح يأتيه ماذا أقول لا أريد أن أسيء التعبير يأتيه رجل مثله يقول له أبشر يا أخي رأيت في الجنة من يبشر بأنك في الجنة فيفرح ويستطار فرحا يا رجل وقيل هذا لأحد الصالحين حقا لقال له أما وجد الشيطان من يتلاعب به غيري وغيرك روح العب هذا أماني شيطان وأخيرا أختم هذا الحديث الجليل الذي طالما أيضا تلوتوا على هذا المنبر وهو في صحيح البخاري من حديث خارجة ابن زيد ابن ثابت أحد الفقهاء السبعة خارجة خارجة ابن زيد يعني ابن ثابت عن أم العلاء رضي الله عنها وارضاه وأم العلاء إحدى النساء الأنصاريات من الأنصار وكانت بايعت ربما بايعت العقبة المعروفة في مكة وكانت بايعت معنى بايعت قالت رضي الله عنها وارضاه اقتسم المهاجرون قرعة اقتسم المهاجرون لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة تعرفون كيف لا تسعهم أي دار واحدة فاختسموا قرعة بالقرعة فطار يناء عثمان ابن مضعون رضي الله عنه وارضاه الصحابة المترهب تعرفون ابن مضعون هذا حدث عنهم معروف هذا الصحابة الصالح المجاهد الصادق الذي فقد عينه في ذات الله عثمان ابن مضعون فأنزلناه في بيت من أبياتنا فلما مرض أو وجع قالت يعني وجع أصابه الوجع فلما وجع وجعه الذي توفي فيه ومات مهاجرا رضو الله عليه أبو السائب توفي وغسلناه وكفناه ودخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم تصلي عليه حين الرسول فقلت 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 هنيئا لك أبا السائب عن الوضعون كان يكن بأبي السائب هنيئا لك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك ما شاء الله عليك منعرف أكو منعرف عبادتك ما شاء الله عليك ومتنه واجرا فقال عليه الصلاة وأبو السلام وما الذي أدراك أن الله أكرمه قالت فقلت يا رسول الله فمن يكرم الله إذن إذا لم يكرم الله مثل أبي السائب عثمان عبن مضعون من يكون يجديرا حقيقا بإكرام الله بكرامة الله فمن يكرم الله إذن فقال والله رسول الله صلوات وربي وسهل والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي قالت فقلت وأنا يا رسول الله لا أزكي أحدا بعدك بعد اليوم لن أزكي أي أحد وأقول هنيئا له له الجنة لا ندري الكلام في من في الصحابة المهاجرين الكرام الكبار لا أحد يدري لا أحد يدري بمصائرهم ثم قالت في رواية عند البخاري فأحزنني ذلك أحزني أن النبي لم يقطع لهم باذا بالجنة وقال أما هو فقد أتاه اليقين أي من ربه وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين أما هو فقد أتاه اليقين والله الذي لا إله إله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي قالت فلا أزكي أحدا بعدك وأحزنني ذلك بزيادة في رواية أخرى أيضا في الصحيح قالت فنمت فأريت في منامي عينا تجري قيل لي هذه العثمان ابن مضعون فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم فقال هو عمله فريح بها النبي وقال هو عمله يجري عليه حسناته وصدقاته الجارية الحمد لله الله طمنها وطمن الرسول أنه وضعه بخير إن شاء الله تعالى فبالله عليكم أحبتي إخوتي وأخواتي إذا كان المؤمن الصادق إذا كان الصحابي المجاهد المهاجر الصابر المتبتل المترهب الذي استأذن في الاختصاء ولم يأذن له رسول الله أراد أن يتبتل تبتلا كاملا ولم يأذن له رسول الله مثل هذا لا يقطع أحد إلا بوحي نزل بسلطان من الله بمصيره الأخروي إذن لا نستطيع أن نتبين من هو أي من أصحاب الجنة هل يمكن أن نتبين من هو في أصحاب النار ستقول لي ما هذا السؤال الأحمق لا مش أحمق والله والله إن شاء الله تعالى هذا سؤال فطن وزكي جدا وذكي تعرف لماذا أيهما أرجح أن يدخل المر أي مرأة أي إنسان خلق الله ككذا كقاعدة عامة أن يدخل الجنة أو يدخل النار هدول الجنة طبعا طبعا الجنة لأن رحمة الله وازعة واسعة كل شيء صحيح ورحمته تسبق غضبه رحمته سبقت غضبه ورحمته الأخروية تسعة وتسعون جزءا ورحمته الدنيوية جزء واحد واضح أن أن دخول الإنسان الجنة أقرب وأرجح بكثير من دخوله ماذا النار ومع ذلك لا يستطيع أحد إلا بسلطان وحياني إلا بسلطان وحياني وحي من الله أن يقطع على غيب مصير من المؤمنين إذن من الأصعب إلا بسلطان أيضا أن نقطع بمصير أنه من أهل النار ترجمة نانسي قنقر